موسيقى موسيقى ملاي الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم بكل خير أهلا بكم إلى برنامج اتجاهات من ري بي ام الفضائية المستقلة أحييكم أينما كنتم أيها المشاهدون الكرام وفي برنامج اتجاهات لهذا اليوم أود أن نعلق على ما ورد في برنامج التجرينيا من ري بي ام بشأن الشكوى المقدمة ضد 13 من الناشطين السياسيين أو الوطنيين في واشنطن سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية الشكوى المقدمة من الجالية الإريترية التي تؤيد مجموعة هكدف والشكوى هي شكوى مدنية وليست شكوى جنائية ومقدمة ضد 13 من الناشطين في الشأن الوطني فيهم مجموعة إعلامية وفي مجموعة تنشط في الحراك السياسي بما فيها مبثلي بعض الأحزاب وناشطين في ما يمكن تسميته ببرجيدن حمدو وغيرهم وفي عدد من زملائنا في جسم التجرينيا أو في اري بي ام بشكل عام وددت أن أعلق سيداتي سادتي على هذا الحدث وهذه الشكوى التي ستكلف الطرفين المال الكثير والوقت الكثير زميل هينوك تخلي شرح بما فيه الكفاية مع زميلين أو مع ضيفين من ضيوفه وشرحوا ما هي الأهداف ولماذا أقبلت الجارية الإيطرية لما نقول المؤيدة لمجموعة هكذا فيها سياسة المجموعة الحاكمة تتمثل في السفارة ثم تنزل إلى الجارية وهكذا عموما عزيزي المشاهد إذا قلنا من هو الخسران في هذه المعركة القضائية هو الإنسان الإيركري بشكل عام يعني خاصة وأن الطرفين سيقومان بالبحث عن المحامين والمحامي طبعا عندما يدخل في قضايا وإن كانت هي قضايا مدنية وليس جنائية طبعا يتمنى المحامي ومعروف أن المحامى ومطالبهم والصقف المالي المفتوح الذي يعني يطلقونه على مصراعيه كسبا للمال وما إلى ذلك طبعا وكسبا للوقت كذلك يسحبون في الوقت بهدف توفير المال والكسب المادي ودوما عزيزي المستمع أنا أقول أن إعلام الداخل وإعلام الخارج يعني حكم عليه أن يصرف الأنظار عن قضايا كثيرة تعج بها وسائل الإعلام وتهتم بها مراكز البحث وكذلك قادة العمل السياسي وقادة الرأي العام وكذلك الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية والمراكز البحثية ومراكز الدراسات الاستراتيجية كثير من القضايا سقطت من بين أيدينا ونحن واعين بالذات الذين يعملون بمهنية وحرفية عالية يحسون والله أنا أحيانا عندما أتذكر الكم الهائل من القضايا التي سقطت من بين أيدينا والله الواحد ما ينام يعني لأنه في كم هائل من الأشياء التي يمكن أن يرتقي بها المجتمع ويركز عليها الإعلام لأن الإعلام جزء من مهامه ووظائفه أنه يعلم ويرشد لكننا أكثر من يعني أكثر من خمسين عاما يعني نحن نلف في دائرة وإذا قلنا أكثر من ستين عاما لا نكون مبالغين لأننا سواء كان إعلامنا سواء كان لمن كان في الثورة ولما نبقينا علامة دولة مع التحفظ الشديد هي الذات المنهجية وذات الديناميكية التي ندور من حولها وهي قضايا بالنسبة لمن يحاول أن يعارج وهناك من يحاول أن يحل الإشكاليات وهذه مشكلة مشكلة الإعلام، إعلام الداخل والخارج لكن حتى في إطار المعالجة يعني نحن نعيد نفس الإنتاج نفس تتغير الألوان، تتغير اللغات، تتغير الأساليب والوسائل يكفي أنه الآن نحن نمارس إعلام بديل أو إعلام جديد في الآليات يعني، لكن في الأفكار والرؤى والأطرحات التي نطرح هي ذات الاستعمار قديم بممارسات بتاعة مستعمر جديد انفلات في مفاهيم وطنية قديمة بمفاهيم الثورة ومفاهيم الاستقلال والاتحاد والانضمام وما إلى ذلك الآن نحن برضو تغيرت تلك المسائل وبقينا يعني نعالج قضايا الخطاب الكراهية وقضايا الجهوية والعنصرية والمناطقية والإثنية هي هي نفسها وبالتالي يعني يحس الإعلام المحترف بوجع شديد هذه واحدة من الأوجاع الغريبة يعني نطلع من وجع ندخل في وجع جديد يعني وإذا ما تسألنا من السبب في ذلك أو من هو المتسبب الرئيس في ذلك كما يقال الناس على دين ملوكهم ولذلك نحن نتاج هذه الفوضى السياسية التي تعيشها إيرتريا يعني لو لتخيل مثلا يعني لو عندنا مثلا يعني حكومة مقعدة كما يقال حكومة قانونية حكومة دستورية حكومة اختارها الشعب صوت لها انتهت فترة هذا الحزب يأتي حزب آخر ويتصارع الناس ذلك ليس الصراع الدامي ولكن التنافس الشريف في مضمار وحلبة السياسة كثير من القضايا أفكارنا وأشكالنا وقادتنا ورؤانا وشعاراتنا وندواتنا وهجومنا هنا وهناك وحربنا البينية كانت تختلف تماما فدائما سنيت من طباب حتى كما يقال يعني كل ما نعانيه نحن كمجتمع هو نتاج الفكرة السياسية التي تحكم هذه البلاد وشعبا وقد يقول قائل عزيز المشاهد أنه هؤلاء لم يأتوا من السماء لم يأتوا من كوكب آخر هم من صلب هذا المجتمع نعم ما في شك من صلب هذا المجتمع وحتى لو كانت برضو من أصلاب مجتمعات أخرى أي كانت على كل هم إرتريون يحملون الجنسية الإيرترية والجنسية الإيرترية طبعا جنسية معاصرة يعني فضفاضة يعني كل من أراد أن ينتمي ينتمي إليها وهكذا كذلك في دول أخرى يعني الدول الغربية عموما وسياساتها لكن هؤلاء الحكام نعم هم من هذا الشعب لكن دائما برضو لأنه يعني هذا الشعب سلطته ما موجودة وقراراته ليست في يده وبالتالي يعني لا يستطيع أحد أن يقول أن هؤلاء القادة اختارهم الشعب هذه اختيار قدري كذا يعني بالشرعية الثورية كما يروج لها كثير من الناس 34 سنة لا يستطيع أحد سواء كان منجم عامل في العلوم السياسية يضرب الكف ما عارف يقرأ تفسير الأحلام لا يستطيع أحد أن يقول أنه هذه المجموعة الحاكمة عزيزي المشاهد الوطن الإيرتري رشحوا وصوتوا بنسبة كبيرة للحاكم لأمره دورة واحدة مدة أربع سنين تنتهي سنة 95 شوية كده بس لحد ما يفوق الناس 96 بعد 96 كلما بني على باطل فهو باطل يعني هذا لا يعني أننا يعني نتناول ذلك التاريخ تاريخ الثوري لا ينكر أحد إلا مكابر دور الجيش الشعبي لتحرير إيرتريا جيش الجبهة الشعبية لتحرير إيرتريا ودورها التاريقي ودورها الوطني أن أوصلت حلم الشعب الإيرتري إلى محطة الاستقلال بكل التضحيات الجسام والتضحيات الغوالي ذلك تاريخ لا يمكن محو أبدا مهما أتينا من فلسفة ومعارضة وضل هذه المجموعة وغير ذلك ذلك تاريخ محفوظ من يستمع ويتعقل قليلا قصص من قصص النضال يؤمن على أن هذه المجموعة يعني فعلا في زمن التحدي والترد يعني أنجزت إنجاز ما بعده إنجاز هذه لا ينكرها إلا جاهل بالتاريخ وجاهل بحقائق الأمور ولكن لا يمكن أن نلوك التاريخ ونقول بحكم ذلك فاعملوا ما شئتم وعربدوا كيف ما شئتم واحكموا كيف ما شئتم أقتلوا شردوا كل ذلك لا يمكن تبريره ذلك تاريخ محفوظ وبعد ذلك من 96-95 ذلك تاريخ لا يتجاهله إلا متغافل وكما قال الشاعر تصف الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع أين الذي الهرمان من بنيانه ما قومه ما يومه ما المصرع تتخلف الآثار عن أصحابها عينا ويدركها الفناء فتطمع هذه حكم المتنبي لذلك إلا أولئك الجهلاء الغافلين الذين لا يرون الحياة السياسية الإيركريا يعني كيف تشرق الشمس في تعرجاتها أو كيف تكشف الشمس الحقائق الماثلة إلا من في قلبه مرض وعمل بالتالي ذلك تاريخ أما ما بعد خمس وتسعين ستة وتسعين نحن نحتكم إلى القانون والعدل فأقول إنه بشكل عام كل ما وقعنا فيه نحن بفعل مباشر أو غير مباشر بشكل وطني غير وطني باسم السياسة غير السياسة كل ذلك تتحمل هذه المجموعة الحاكمة وإن لم يكن أنت إذا تصدرت المشهد تحمل ما تقول بالتالي أنا أقول إنه هذه الحالة الاستثنائية التي نعيشها نحن كإيرتريين في الداخل والخارج مسؤولة منها المجموعة الحالة نأتي الآن إلى فحو الشكوى فحو الشكوى إنه الشكوى المرفوعة من الجالية الإيرترية في واشنطن سياتل تحديدا بالولايات المتحدة الأمريكية ضد مجموعة برضو إيرترية يعني تتهمها أنه يعني كلفتها أو تسببت في إحداث خسائر مادية وغير مادية ولذلك رفعت ضد 13 من النشطاء الوطنيين سميهم الإعلاميين السياسيين وما بين هذا وذلك ولآن نقول إنه صحيح الناس تعيش في دول مستقرة يعني هذه الشكوى مرفوعة ضد مجموعة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية من مجموعة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لا يغيب العقل الذي يفكر في ذلك سواء كان بين أسمراء ونيوورك وغيرها وغيرها ولذلك هذه معركة بين إيرتريين هذه المعركة الإيرتريية ستكلف المال وتكلف الزمن والوقت والجهد والتفكير طبعا هناك أجندات خفية شرحها الزميل هينوك ولذلك أنا أقول نحن نناقش الفكرة من حيث هي يعني لماذا دخلنا هذا المستنقع نخرج من شكوى ندخل في شكوى والأهداف طبعا هي معروفة يعني هذه المجموعة لماذا تتحرك والمجموعة التي ستدافع طبعا برضو حتى أبحث عن مبررات ومصوغات وأنا أعتقد أنه بعرف الخسائر والماديات من الذي تسبب في خسارة الآخر وكيف يمكن تحديد تلك الخسارة الخسائر المادية إيرتري ماذا خسرت لو سألنا بس هذا السؤال المجموعة التي أنا لا أبرر طبعا شهدت ممارسات غير يعني يعني مالت إلى العنف من هذا الطرف ومن ذاك الطرف أيا كانت الأطراف أنا لا أقول هؤلاء اللي مرفوع ضدهم الشكوى أنهم متهمون ويعني تسببوا في خسائر أبدا لا أقول ذلك لكن هما الصياغ العام أنه في مجموعة بتجيب ضد المشاريع المهرجانات التجمعات الخاصة والتابعة لمجموعة هقدف وقفت ضدها ومارست شكل أشكال مجموعات معروفة بأسمائها وتحركاتها وألوانها كذلك أنا لا أتحدث عن أولئك الذين رفعت ضدهم الشكوى يعني لكن هناك حراك معروف عنوانه معروف تحركاته إذا كان هؤلاء تسببوا في أحداث خسائر أنا أسأل يعني يا ترى كم هي الخسائر التي خسرتها إيرتريا وشعبها جراء الفعل السياسي أو الحكم غير الراشد الموجود في البلاد اليوم هل يستطيع أحد يعني مهما كانت مهما كانت لديه خبرات وهو خبير اقتصادي وعنده يعرف الأرقام ويعرف الخسائر وما إلى ذلك يعني خبير في شؤون القانون وفي شؤون الاقتصاد وفي شؤون الحقوق يا ترى كم هي الخسائر التي خسرتها إيرتريا جراء وجود عربدت حكم إداري في البلاد هل يتصور أحد حجم الخسائر التي خسرتها إيرتريا وفيها كل هذا الطيف الشاكي والمشتكى أرغام فلكية فإذا كان الناس الآن يرفعون شكوى مدنية ضد مجموعة وضد مجموعة التحركات يا ترى كم هي المجموعات التي تسببت في أو كم الكم المادي والمعنوي والبشري بس لو تحدثنا عن يعني هؤلاء الناس الذين ترونهم أمامكم والآلاف المغيبة وال ومئات الآلاف في غياهب السجون ومليونين تقريبا هما بين معسكرات ومدن حتى لو ظهروا بأشكال وألوان لكنهم يعيشون غربة وفي المنافع كم هي العقول هذه العقول وغيرها كما قلت كان مكانها أن يكون داخل البلد وكل يمارس فعله السياسي والاقتصادي والاتماعي والثقافي ويكون فيه شكل أشكال الحراك الوطني والتنافس الحر الشريف كل أولئك مكانهم كان هناك لكن بفعل فاعل نحن بذاتنا نتحدث من القارئ وينبغي كان أن نتحدث من الداخل ونعالج القضايا ونقول هنا خطأ وهنا صواب وبالتالي من تسبب في ذلك هي الفكرة السياسية التي تحكم البلد الفكرة السياسية والفكرة الإدارية التي لا تسمع للآخر التي لا تعني بالنسبة لداءات الآخرين وحقوقهم وتطلعاتهم لا تعني لها شيء أبدا وعندما نقول ذلك نحن نحن لا ننظر كما ينظر كثيرون نحن نتحدث عن وقايع ومنطلقين من وقايع عشناها ليس ليوما واحدا أو يومين أو شهر عسل أو غير ذلك نيف وعشرة ستاشر عام وشيء كل سبعتاشر عام وكنا مع غيرنا في مواقع الحدث في المواقع السياسية والإعلامية والاتماعية والثقافية والفنية والفكرية بين قوسين كنا في قلب الحدث ومن عايشناهم لا يستمعون إلى الآخر أبدا كلما هناك أنك لابد أن تنفذ ثم تتحدث بعد ذلك أوامر عسكرية نفذ وبعد ذلك تحدث كما شيء ولذلك يعني لو كان هناك عقلا يستمع إلى الآخر ليس عيبا أن يعني من الطرفين أن أقول أنت عامل حاجة والتاني يقوم يعمل حاجة وكل يمارس حقه لكن حتى الميلان إلى العنف والدماء يعني كثير من القضايا كثير من السلوكيات هي دخيلة على هذا الشعب الشعب اللي يريد أنه لم يكن بهذه المواجهة وبهذه يعني قضايا ما رفعت على ناس حملوا سلاح ضد مجموعة حاكمة استعمار يعني لم ترفع بشأنهم ولا بشأن آبائهم ولا أمهاتهم ولا عشيرتهم كما ترفع الآن ضد مجموعات يعني الاستعمار اليتيوبي ما رفع شكاوى ضد قادة بأسمائهم معروفين وأسرهم موجودة في الداخل وهم يعلنوا أنهم حملوا سلاح وسيدفنوا الدرج وأعوان الدرج السوفيت وغيره وغيره وأهالهم موجودين يعني حتى لم ترفع ضدهم شكاوى على كأنهم إرهابين ومخرفين وما إلى ذلك أنا لا أبرر ولكن هذه العقلية التي تحكم العقلية التي تدير دولاب الحكم وشؤون الناس هي عقلية لا تعرف إلا نفذ وإن لم تنفذ ستحاكم وإذا عملت شيء لابد أن ترفع ضدك شكوى وما إلى ذلك وهكذا يعني فكرة ذاتة فكرة يعني أنا والله لو قلت يعني أكون ما وصفت لو قلت فكرة غبية أقول ذلك لماذا؟ لأننا عشنا مع ذلك الشعب بالذات شعب الداخل وجزء كبير منه طلع في الخارج شعب الداخل ده كان شعب والشعب اللي يرتر بشكل عام يعني لأنه نحرر له شهادات الصفوة والملايكية وشعب شعب الله المختار وكده لا فينا ناس باعوا الوطن يعني وفينا ناس باعوا الضمائر وفينا ناس باعوا أي عاجة لكن الغالبية غالبية الشعب يركن إلى القانون وإلى الهدوء وإلى يعني التحاور وإلى التعايش وهكذا يعني ولكن لأنه المجموعة الحاكمة مارست في هذا الشعب يعني الآن عمر خمسين سنة ما هو نتاج هذه المجموعة لأنه إذا كان المجموعة دخلت واحد تسعين وكان عمر خمسطاشر فيبقى هو متقلق من هذه المجموعة أضرب أربعة وثلاثة وثلاثين زائد خمسطاشر دخل على الخمسين هو نتاج هذه العقلية التي سادت ولا تزال تعكم وبالتالي الناس على دين ملوكهم فإذا ظهر انفلات هنا وهناك هي نتاج هذه العربة ولذلك أنا أقول هذه حلقة من حلقات الفوضى السياسي التي تبارسها المجموعة ضد مجموعة قامت تعترض وما إلى ذلك وهناك من مارس مضاد من نفس المجموعة مجموعات أعني وليست المرفوعة ضدهم الشكاوة وهي شكاوة لا نتحدث عنها الإعلام لا يحرر شهادة براء وما إلى ذلك لكننا ندينها ندينها إدانة إعلامية لأنه من الذي تسبب في هذا ومعقول بالله مجموعة يعني جالي إيرتريا هي تفرغت لترفع شكوى ضد مجموعة يعني كبتتها خسائر المادية وما إلى ذلك هي فكرة المستعمر يعني فكرة حاكم بأمره فكرة المحتل يعني وكتاري قلولي كيف تقول ذلك على المجموعة أنا لا أمكر نضال الثوري الذي سبق كما أشرت إليه ولكن الممارسة التي تبارسها هي ممارسة استعمارية وفاقت ذات ممارسة المستعمر كنت في يوم من الأيام يسمي المستعمر الوطني تغيرناها ذي ذاته هي فكرة استعمارية بحثة ولذلك أنا أقول الناس لا بد أن ترجع وترجع مثل هذه القضايا وغيرها إلى المسبب الرئيسي كثير من هؤلاء أنا أعرف منهم مجموعة يعني لو لم تكن يعني لو لم تنحرف سيارة الحكم يعني وسفينة الحكم عن مسارها الصحيح أبدا ما كانوا هنا أنا طبعا أنا لسه مسؤول أن وزع شهادات براءة لكل واحد من الذين يعملون في الخارج بما فيهم نحو يعني نعمل ونحاول أن نعالج المشكلة الوطنية المعالجة الإعلامية ليس إلا ولا يمكن أن نحل الإشكاليات الإعلام لا يحل الإشكاليات يعالج يقول هنا مشكلة وهنا لك لو ينبغي الناس لو عملت كده يكون أفضل يعني وننتقد الحالة السياسية الموجودة لأننا إعلاميين يعني ومسؤوليتنا أن نقول هنا أخطأ وهنا أحسن وما أكثر الأخطاء والله في الإحسان نحن قاعد نقول هنا أحسنة المجموعة لكنها قليلة في البحر والكمة الهائل من الظلم والقهر والفوضى والعربدة إلى درجة الإرهاب وبالتالي يعني ينبغي الناس أن ترجع إلى لماذا وصلنا إلى هذا الدرك السحيق يعني أو هذا المستنقع السياسي والمستنقع الوطني يعني لأنه المجموعة الحاكمة هي اختارت ذلك اختارت أن تعيش وتعربت في الحكم وفي دولاب الحكم وإلا كثيرون مننا هذه ليست مواقعنا وليست أوطاننا وليست قنواتنا وليست الأفكار التي كان ينبغي أن نعمل من أجل تطوير الشعب ونتناول القضايا ونرتقي يا أخي نحن مفضل يكون عندنا مراكز إعلامية في بلادنا لو كنا عايشين في بلادنا تلك الحياة الطبيعية نحن كنا نؤسس معاهد ويتخرج منها الإعلاميون أنا أتحدث كإعلامي يعني تخرج منها منها الإعلاميون الذين يعالجون قضايا مجتمعهم بحيادية ومهنية وحرفية عالية لكن هذا القدر ما نفيه هذه الزوايا الضيقة التي نعمل نطلم من هنا وهنا فقط للمعالجة ليس إلا معالجة القضايا الوطنية وبالتالي وبالتالي أنا أقول الخاسر الأول والأخير هو المواطن الإيرتري والوطن الإيرتري كثير من الأموال ستنفق في هذه المرافعات من هنا وهنا وكانت أولى بها يعني أنا استمعت إلى توقعات بمئات الآلاف يعني بينما الوطن محتاج لولد دولار واحد عشان تضيء به شمعة أو تقدم به كوبما لهذا المواطن أو تلك المواطن على امتداد الوطن العزيز ولكن كل ما ندور حوله وتتحمله هذه المجموعة الحاكمة وبالتالي يعني يعني الواحد مستغرب يعني وستفاجر الأخبار بأشياء كثيرة يعني بالتالي نحن أنا أقول شخصيا أنه كل ما تتقدم به مجموعة ضد مجموعة أخرى المسألة تتحمل نتائج القبرى هذه المجموعة الحاكمة وهناك إزهاق أرواح من هنا وهناك يعني يعني إزهاق الأرواح دي حتى في عهد الثورة ما شهدناه يعني إلا الذين كانوا يستشهدون وهم حاملين السلاح ويستشهدون في السجون وفي السجون كانت قليلة إلا ذلك الرتل من الكرماء والنبلاء والشهداء الذين قدمتهم إيرترياء غير ذلك لكن الصيادات الموجودة في الخارج وداي يهاجم ذاك ويدمي ذاك ويقتل هذا وذاك برضو في مجموعات سترفع قضايا على المجموعة الحاكمة وما أكثر الملفات ملفات لا أول لا ولا آخر في أسر كذلك فقدت أرواحها وبالتالي أنا ما عارف هذه المجموعة الحاكمة متى ستصل إلى قناعة وقد شاخت وهرمت وانتهت صلاحياتها متى ستصل وتقول مارسنا كل أنواع القهر في هذا المجموعة متى نهدأ كده ونتحاور كده نتحاور بالتي أحسن ولا تزال الكرة في ملعبهم حتى اليوم خاصة وأن الحاكم بأمره كما هو لا يزال هو سيد الموقف ما سكرسا حتى اليوم يتخوف الإنسان في المستقبل يعني الدكتاتوريات عموما الدكتاتوريات تنتج فوضى وفراغ سياسي وسوء أو سلوك غير حميد في المجتمعات والشعب الإيرثري ليس استثماء من أحد نعم لو خصوصيات ولو مميزة لكن الدكتاتوريات بتخلي الشعوب دي كلها في دكتاتورية وفي شعوب الأول ما تزول الدكتاتوريات الشعوب دي هي لونية واحدة لأنها هي مقهورة ومحققنة وفيها تراكمات وكده والإنسان دي لما ينفجر ينفجر ويطلع عن طوره يعني فكيف نتصور يعني نهاية الدكتاتورية دي حتكون كيف يعني يعني بكل الفرضيات وارد يعني والشعب اللي يريد لما شعب اختاروا شعب يعني خلاص يعني هو نحن نوزع له تلك نشير السماحة والمسامحة والعفو وبإلى ذلك لا خاصة وأن الدكتاتورية الممارسة اليوم يعني عيانا بيانا اكثر من ثلاثة عقود يعني لا نتوقع ولا نتخوف من الفوضى التي تعقب الدكتاتورية وبالتالي أنا خرجت بي أسجل صوت لوم و صوت الحقيقة يعني ليس لأنني في ري بي ام ولكن كل ما ندور حوله من الذي تسبب في هذه المجنوعة كما قلت لكم هؤلاء كان مكانهم في الداخل ومثلهم مئات الآلاف والصامتون خلف الأسوار وتحت الأنفاق والذين يعني يعني قتلتهم الحيرة وسكتوا ويتفرجوا كده بالمئات الآلاف كل ذلك خسرته إيرتريا فقط لأن في مجموعة مجموعة حفنة كده اختارت أن يكون مصير هذا الوطن الغالي الذي دفع ومهر الحرية بدماء الزكية وغالية أن يكون نصيبهم هذه العربة السياسية التي نعيشها سنتابع كيف تسير أمور الشكوى المدنية المرفوعة أنه يعالج قضايا كثيرة لكن المطلب مطلب الشعب مطلب الأمة هو تأسيس دولة العدالة ودولة القانون ودولة المؤسسات وأن يحتكم الناس إلى العدل والشفافية وأن يقدم كل من أساء ودمر وأحدث خسائر وصرف الناس عن قضاياهم وارتكب بحقهم الجرائم الأخلاقية والمادية والنفسية والعلمية وما إلى ذلك كل ما خسرته إيرتريا ومن تسبب في ذلك ينبغي ينبغي أن يقدم كذلك إلى المحاكم وأكبر محكمة قدمت لها هذه المجموعة وأي رجل عربيد سياسي إداري هي محكمة الضمير ومحكمة الضمير زمان أصدرت حكم على كل فاسد متكبر جبار ديكتاتوري أيها المشاهدون الكرام سأتوقف هنا تحياتي محدثكم أحمد شريف من الفضائية المستقلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة